يتذكر أيضا من عايش في هذا التوقيت خاصة قبل الهزيمة من 67 وحتى النصر وبعد النصر أيضا هناك أيضا كان هناك يعني قوى كلها القوى المدنية الفن القوى الناعمة وكل المجالات كانت تعمل من أجل هذا الوطن أم كلسوم كانت صوت الوطن وليست لأنها تقدم الفن والمغنى ولكن قدمت سنوات من المجهود الفني في خدمة الوطن وطبعا كلنا عارفين أنه حفلت سيدة أم كلسوم ما كانتش فقط كل شهر في مصر الناس بتنتظرها لكن كمان كان العالم العربي ينتظر سيدة أم كلسوم ولأن هي فعلا صوتها قدر يوصل لمش بس حدود خارج حدود مصر في الوطن العربي أو حدود الوطن العربي لكن صوتها كمان وصل إلى العالم سيدة أم كلسوم قدرت أنها تلف العالم وأنها تكون مع شعبها طول الوقت وتقدم باسم المجهود الحربي تقدم خدمة الوطن وكان هو الصوت هنا مش بجد صوت غنى بس لكن كان صوت الحق وأيضا كانت دائما مع الوطن ومع أيضا نصر اكتوبر وحرب استرداد الكرامة